اشتركوا في القناة ومن الكائنات الأخرى من حيوان ونبات وجمال فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أثبت علاقة مودة ومحبة بين جبل أحد وبينه صلى الله عليه وسلم وصحابته في قوله أحد جبل يحبنا ونحبه وأصرح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن والحجة في كل ذلك أن القرآن الكريم صريح في أن الأكوان لا موات فيها لأن كل شيء فيها يسبح لله والتسبيح لا يمكن أن يوصف به ميت لا إدراك له ولا حياة فيه ولا مفر من أن يثبت للمسبح إدراك أو نوع حياة ما قبل أن يصح وصفه بالتسبيح وصدقه عليه والآيات التي تنص على أن كل ما في السماوات والأرض يسبح لله يضيق المقام عن ذكرها وأكتفي منها بقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقوله تعالى في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وقوله في سورة سبأ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ومعنى أوبي رجعي معه الذكر والتسبيح ثم في قوله تعالى في سورة النور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علم بما يفعلون صدق الله العظيم سيادة الرئيس نهنئكم ونهنئ أمتنا العربية والإسلامية وشعب مصر العزيز بمولد نبي الإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونشد على أيديكم في جهودكم المخلصة من أجل تحقيق ما تصب إليه مصر العزيزة ويأمله شعبها العريق من تنمية شاملة لاحت بشائرها منذ توليتم مسؤوليتكم فانضي على بركة الله والله معكم يوفقكم وينصركم ويسدد خطاكم وإننا إذ نحتفل بصاحب الذكرى الخالدة التي خص مصر الذي خص مصر وشعبها بقوله الشريف استوصوا بأهلها خيرا وقال في أطباطها الله الله في قبض مصر مصر لا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه في هذا اليوم المبارك لأمتنا الإسلامية والعربية أن تتوحد وتجابها خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله والذي لا شك في أنه إنما نجم وتغذى على فرقتنا نحن العرب والمسلمين وعلى تمزيق وحدتنا وتنازعنا واختلافنا على أنفسنا ونؤكد أنه لا عاصم من شر هذا البلاء ولا نجاة من خطره إلا بوحدة هذه الأمة وجمع شملها وتيقظها ويقظتها لما يدبر لها من قوى البغي والضغيان وفي ختام كلمتي أؤكد للمصريين والمسلمين جميعا أن الأزهر الشريف بكلياته ومعاهده وهيئاته العلمية إنما يعلمكم أيها المسلمون يعلمكم عقائد دينكم وشرائعه كما أرادها الله خالصة نقية من تحريف الجاهلين وتضليل المضلين ويأخذ بأيديكم إلى طريق مستقيم مجمع عليه وينجيكم من كل فكر ضال منحرف غير مختلف عليه شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة